في مقال الله في موقع قناة العين الأخبارية أكد الكاتب محمد المسكري أن نظام الدوحة وعلى مدى السنوات الماضية مارس كل أنواع الإساءة والتدخل في الشؤون الداخلية للدول عبر تبني معارضات وهمية وتسليح جماعة تطرف إليكم أبرز ما جاء في المقال في مسألة مقاطعة دول مكافحة الإرهاب السعودية والإمارات والبحرين ومصر لقطر يتذاكى كثيرون ويتباكى آخرون حيث يرددون أسبابا ونتائج واهمة تتعلق بالسنوات الثلاث أو قبيلها بقليل ولكنهم يتناسون عمدا لشارة إلى تراكم تاريخي بدأ منذ بدء الإسهام القطري المباشر في تمهيد أرضية اندلاع ثورات الخراب العربي على امتداد الخارطة من شرق الخليج العربي إلى غرب أفريقيا وما أورده هنا لا يعكس اعتقادا غيبيا بمعاقبة قطر التي نحب ونتمنى لها كل الخير بل تثبته بالأدلة القاطعة التسجيلات الهاتفية للحمدين ومنها تلك التي أجرياها مع القذافي وغيره كما تثبته تسجيلات الفيديو المسربة لعملاء وعسس نظام الحمدين من عزم بشارة الذي حرض مرارا على الانقلاب ضد الأنظمات الشرعية الحاكمة إلى القارضاوي داعية الفتنة الذي لم يترك بلدا عربيا إلا وشجع أبنائه على الثورة والعصيان والعدوان إنها إذن جردة حساب تمتد لعشرين كاملة من السنوات مارس خلالها نظام الحمدين ووكيله تميم كل أنواع الإساءة والتدخل في الشؤون الداخلية للدول بتبني المعارضات الوهمية تشويها لسمعة تلك الدول وصورتها وتسليح جماعات التطرف والتكفير وميليشيات ما يسمى الممانعة واحتضان الفرين المارقين من أتباع الإخوان الذين باعوا بلادهم وضمائرهم من تونس إلى مصر وسوريا واليمن وكادوا ينجحون لولا المقاطع والحزم في مواجهة مشاريعهم المدعومة من أجهزة الدولة في قطر خلافا لكل الأعراف والمواثيق الدولية تسليحا وتمويلا ودعما لم يتوقف طوال عقد كامل هي جردة حساب نتمنى لقطر أو لإحرارها وشرفائها فيها أن تعود إلى رشدها لتحاسب نفسها قبل أن يحاسبها التاريخ وقبله القانون الدولي عن كل جريمة قتل مارسها الإخوان في كل مكان وامتهنها طالبان وداعش والقاعدة بتمويل ورعاية وترويج قطري واضح وصريح وللإجابة عن من يريد المقاطع ولماذا؟ نحن لا نريدها ولم نردها إلا اختيارا لأهوان الشرين أمام خطر تهديد أوطاننا بدعوات التقسيم والتفكيك والكراهية والإرهاب نحن مع علاقات أخوية كاملة مع نظام حر غير مرتبط بالإقليم ضد الوطن وبالخارج ضد الداخل وغير متأمر ضدنا وجوديا بحقد متوارث من الأب إلى الإبن دون وازع من حكمة وعقلانية